أهلا وسهلا بالقيقبي الكبير شعيب ه 불�غالي.. ه الفانس يقولون لي متا وح تطلع مع الواجهه متا وح تطلع مع الواجهه متا وح تطلع مع الواجهه كلمني حتى ما هو المتاقم المتاقم؟ يا أخي نظريات ومبيس هذي في كل لفة في نظرية إذا أنت اللي قلتها يلا تذكرني بس قالوا إنه كوينة مش ميتة لأنها قالت أنا مش ميتة بس أبغى أخلي زورو يتوقع أني ميتة الوجيه بدأ بموضوع حساس إطلاقا بدأ بكوينة بس النظرية دي مرة انتريستنغ هو أنت اللي قلتها هو شوف لا لا شوف أنا بس خلينا أكمل لك النظرية على استفهمها إنه قال لك إنه كوينة لما شافت زورو عنده حلم يبي يصير أفضل سياف في العالم فقالت يا عمي أنا خايفة لو جلست في حياته ممكن أعطله فخليني أدعي الموت ونمشي السيناريو ذا وهو يروح يشوف حياته أوكي شوف أنا قايلي الكلام هذا في نظرية بأنه كوينة ليش يعني أنت تقول بالنظرية تقول بأنه ماتت لا تدعي الموت تدعي يب أنا قلت هذا الكلام ولكن مش الواحد يقول هذا الكلام أوكي شوف فكهة 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 بأنه كوينة ما ماتتش أو مش عمي الوحيد لي مثلا مصمم على هذي الفكهة أو لكده أو روح أنت ضوّف مثلا غفل يوتيوب كوينة إزال لايف تمت معي؟ وح تلقى كتير وح تلقى يابانيين متكلمين عن موضوع بأنه كوينة في شك بأنه مازالة حية لأنه كمان طريقة موتها أصلا ميديكيلوس معليك أرى دقيقة هو شيء يعني بالعقل وبالمنطق نحن نمشي بالعقل وبالمنطق أوكي بالعقل والمنطق واحدة دايما كانت تجلد في زوه وزوه كان يشوف في كوينة بأنه هي كانت هي الخصم الأقوى بالنسبة له مقداش أنه يهزمها هزم ناس أكبر منه مقداش يهزم كوينة فعيجوا في ليلة تقاتل كويس قطعوا وعد كويس أنا راح أصير الأقوى سياف وأنت راح تصير السياف الأقوى سبحان الله اليوم في الليل يعني اليوم في الليل قطعوا الوعد بوكا ماتت ومش أي موتها طاحت من الدرج طاحت موت لهذا أنا قلت من أحد الأسباب أحد الأسباب اللي خلت كوينة أنه تدعي الموت بأنه زي العائق بالنسبة لي زوه مهما أنه زوه قال بأني أحصي أنه أقوى سياف وكذا راح يشوف كوينة لأنه مقداش يهزمها كيف أنه حصي أقوى سياف وكوينة ما زمتهاش فهمت معي؟ دائماً سيظل يحاول يهزمها دائماً سيظل يحاول يهزمها هتظل مش غلى باله بغب الله هذه ومش هتخل لك في ذلك القصة تبع بأنه قالت أتمنى لو أني كنت رجل ونساء لا لا خلينا ما ديك الأشياء تبع إيبانكوف وتبع خليك النظريات عن إيبانكوف خلينا ما نارك زائد كيف شخصية متل كوينة قوية كيف ماتت؟ طاحت من من الدرج من الدرج يا سيدي لو أني عادة سوى سيناريو في قطاع طوق اجوا هجموا في واحد درج كوينة تمام خلص في ألف سيناريو سيناريو تقدر تقتلها فيه كانت تدفع على أبوها إجت فيها طعنة ما أوكي طاحت من درج شو يقولولك شوف انت شو يقولولك يقوللك يا سيدي يقوللك يا سيدي بأنه في اليابان لما يقولوا بأن في واحد سقط من درج ومات سقط من درج ومات فهم يقصدوا بأنه انتحى لما متعبش المعلومة هذي باللهي جد؟ اه 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 عشان يغطوا على الموضوع يعني عوض ما يقوللك فلال انتح يقولك والله سقط من سلم ومات اوكي انا رحمشي مع الفكرة هذي يعني هما يقولولك بأنه أودا أودا وعشان كوشيه أبوها يغطي ولأن كانوا فيه أطفال وكذا فقالت طاحت من درج لكن هي في الحقيقة أودا يقصد بأنها انتحت ولكن بالعقل وبالمنطق كوينة وليش تنتحر؟ ليش تنتحر؟ ليش تنتحر؟ ليش؟ يقولك لا لأن هي حسب نفسها ضعيفة يا رجل قطعت وعد يا رجل مع ظروه يا رجل طرح تنتحر تدخلش المخ بس والله معلومة تغطيت موتها على أنه سقطت من الدرج معلومة مهمة ذي يب هذه المعلومة معروفة هذه معروفة في اليابانة مم معروفة بأن يغطوا على الموضوع بقصة السلم وأصلا وأصلا بالله عليك أنت لما شفت شفت عالم وان بيس هل في شخصية تحمل سلم تموت في عالم وان بيس؟ يا عمي بيتيحوا من الدور مئة يا رجل يوسوب قولتي فاشجرت جمجمت ويا رجل مزع حي يا رجل شا قاعد تقول يا رجل شو سلم ما سلم؟ لا لا ذلك ذلك ممكن شوف شوف هو سيناريو بأن بأن كوينة ماتت؟ خلص كوينة ماتت الكاتب أنا أبغى أقول بأنه طحت من سلم لكن رغم ذلك مم فلا علم مستحيل 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 ما تقدر تشتريها أصلا ما هو ما هو شي سهل تقول أوكي ماتت يعني إلا إلا لو إنه في سبب آخر ماتت فيه ممكن وجالسين يغطون بالعبارة دي حق سقطت من على الدرج أوكي أنا الصراحة ما مش مش بتقبل الفكراتي الصراحة أنا ما أقول لكش بأن ما ماتتش ما أكد لكش لا ممكن الكاتب بالفعل خلص عنها الشخصية أنا هيك أبغى أقول بأنه سقطت من سلم كيفي أنا ممكن ممكن لكن إنت لما تجعل تشوف وأمتي لأخوك وتشوف هنا وهنا 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 تكون غاوية بالموضوع ممكن زائد زائد وشوف آده شو سوى راح طلع شخصية تشبه كوين تاشيكي ليش؟ ماذا؟ 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 لماذا انت مش لتطلعت شخصية تانية تشبهها؟ ماذا؟ جعل القلب زورو فيها زورو كل ما يشوفها ماذا؟ 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 شوف هو صابوا في الفلاش باك تبعوا لما أودا وجع الفلاش باك كان فيه يعني تحس بأنه لمح فماش معي؟ ايه يعني لما إجد راقل السفينة وكان قالوا له اوه هذا الشخص يحتاج إسعافاك اشرعه بإنقاذه ايه ايه تحس أودا ها أعطاك تنميحة كوينة شوية قصتها وحدة قطعت وعد طرعت سلم قالك ماتت سلام عليكم انتهينا قلت معي خلص ما أعطاك شي هيك 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 هل ممكن هل ممكن كوينة برضو يعني أحد أسباب إدعاءها الموت في حالة النظرية اللي تكلمنا عنها صحيحة هي أنه تبغى تعطي زور ودافع يب يب هذا أحد الأسباب اللي مقامل بها أنا مليار في المية أحد الأسباب شوف الآن أنا أبغى أصير أقوى سياف لأجلها أحد الأسباب اللي مقامل بها أهم سبب إذا كانت بالفعل كوينة حية والموت تبعها بالفعل شيك وجرد الدعاء أنه عشان ظوه ينطلق في رحلته لأنه دائماً وحيظل يشوف كوينة فمت معي مش هيسوي شي في حياته فمت معي لازم وهي مش هتخلي يهزمها فا.. 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 والله.. والله ميك سنس والله والله مرض ممشقية ترى طبعاً فيه يقول لك أوكي رح نفترض بأنها حية يا سيدي شو رح نستفيد منها اليوم ترجع أنا دائماً أطرح أطرح سؤال صابوا كانوا الناس يقولوا عليه نظريات هل فيه كان أحد متوقع بأنه كان رح يكون رئيس أكان الجيش التوي لا انت ماذا قداش يتفكه شو هو السيناريو للأودا واضع اللي شخصية رح يرجعها ماذا قداش متحكم مش متحكم وشوف أنا ثقتي في أودا إنه لو بيرجع كوينة رح يرجعها في سيناريو جداً مثالي ماذا قداش انت تفهد أحكام وتقول لا لو هجعت كيف رح تخدم القصة ما هو ساب وهجع وخدم القصة بطريقة غير متوقعة أفضل وأجمل طريقة إيش في أحلى من إنه ساب ويجي ويأخذ فاكهة إيس يا سلام يا سلام يا السيناريو ما أحلاه لهذا أي شيء توقع أي شيء توقع بالأودا أي شيء لا لا جميل جميل لكوينة حلو أننا افتتحنا الفيديو بنظرية كوينة والعلمة كياني أمس كنت سولف مع المشرفين قلت لهم يا أخوان بجلس مع أوداتي بنصور فيديو فأعطوني أسئلة قالوا سولف معاه على كوينة هذا أول شيء لازم تكلم معه في تصريح لأودا في الاس بي اس في واحد سأل أودا قالوا بأن لأن أودا في أسماء الإنات دايما ياخد أسماء الزهور أو أسماء الطيور فقالوا بأن اسم كوينة واسم كوينة وأتوقع تاشيقي وشخصية تانية قال بأن هي أسماء لطيور لا تطيه أوكي فقالوا أودا فقالوا أودا يب هي أسماء لطيور لا تطيه ولكن من يعلم قد تطيه يوما مع هاااق قاسده قاسده آه يا إخي خبيث هذا ودا على أن تصريحات وصراحة حالا بتجلطني طيب شعيب قبل قبل منخش على على سوالي في وون بيس أنا ودي نسولف كدا في أسئلة عامة يعني برضه منها أتعرف عليك أكثر وعلى وعلى أجواءك الأنمية ليش الأنميات اللي تابعتها يعني عندك أنميات كثيرة تابعتها يعني اغلب اغلب الانيميات المشهورة اتابعتها تابعت اه اوكي يعني كان اول انيمي اتابعه بالطبع معروف البوابة طبع اي شخص داخل يعلم الانيمي ناراتو يا سلام انا انا عكسك انا دخلت على ديت نوت انا ديت نوت بعد ناراتو انا مباشرة بعده اه ناراتو ديت نوت بعدين اه كود جايز كان من الاوائل اه اه بعدين بعدين دخلت على الاوائل اه واو بيس بعدين دخلت عليه اوكي 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 وبغض النظر يعني لو استبعدنا واو بيس ايش العمل اللي بتحطه في التوب من اللي ذكرته انت؟ سواء ذكرته او ما ذكرته يعني من الانيات اللي ذكرته اتوقع اتوقع احط احط نوتو جميل نوتو الناراتو عنده نكهة خاصة فنبتماعي خلنكونوا واقعيين يعني أجواء خاصة فنبتماعي حتى حتى شخصية ناراتو بحد ذاتها شخصية مرة مميزة خاصة البدايات البدايات كانت حماسية البدايات والدراما الدراما الدراما في ناراتو كمان عظيمة والله أنا أتوقع بأنه أول مهة لما تابعت ناراتو في شخصية كانت خلتني أبكي هذيك العجوز اللي ضحت عشان قارة هذيك الرجل قاصدي قاصدي والله قاصدي هذيك العجوز أصلا قصة قارة بشكل عام لما كان يقول أحس بألم هنا ويأشر على قلبه إنه مش ألم ملموس بس كذا كانه يقول ضيقة في صدري لا ناراتو توقع بأنه ناراتو أنا حاط ناراتو في الطب لا قصدي كان ممتز صراح خاصة الجزء الأول ممتز ناراتو شي بودن ناراتو شي بودن الدروة الدروة طبعا نجي ما توقع بأن الجميع يحب إيتاتشي ناراتو شي بودن الدروة ناراتو شي بودن الدروة ناراتو شي بودن الدروة آشعي حلقة هذه آشع عادي آشع هنا فتلقى نفسك كنت دائما ترشع فمثلا ناراتو لو مثلا أبغى أعيده وحلقى مثلا فيه شغب فيه بأني عادي بأني أعيده وغير كده أنا أتوقع أنك شفت ناراتو زمان مرة زمان 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 يعني حتلاقي المتابعة الثانية ترى شبه جدا يا رجل لا أقول لك كنت أنزل كنت أنزل حلقات فيهم ستين ميجا يا رجل خمسين ميجا بكسلاتو 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 وقصد ذكرياتو ولكن لدي رغب أني أعيده ناراتو الصح ولله هو ريواتشبل صراحة ناراتو هانتر هانتر كيف هانتر معك طبعا ما نسلاش هانتر هانتر عدتو مرتين هانتر حتى هو من الطوب عندك كونان 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 كنت أخذ عليه نظرة ما أقول لك سيئة ولكن خاطئة ماذا واحدين قاعدين يحلف قضايا هذا مات خلاص يعيد نفس السيناريو انتبه تقول حاجة كده ولا كده أنا لسا قاعد تابع لا لا عافق قاعد تابع فيعني الفكهة اللي كانت عندي عن ناراتو بأنه واحد يعني يحلف قضايا نفس السيناريو وفعلا هو الصراحة فيه سيناريوات نفس السيناريو فيه سيناريوات لكن لما تجي القصة عالم المنظم السوداء كلام تاني قوشو أنا لسا قاعد أقول الكلام هذا في بث كونن يعني واضح أن الكاتب عنده إمكانيات مرة خارقة ولما يبغى يكتب قصة ويبغى يكتب تشويق ويبغى يكتب إثارة قاعد يكتب شي جميل أنا إلى الآن حلقات المنظمة أتوقع اللي تابعتها ما تتجاوز العشر أو الخمسة عشر حلقة فأي حلقة وصلت أنت؟ أنا وصلت يمكن ما أعرف صراحة ترتيب الحلقات لكن إحنا مش قاعدين نتابع فلر لكن إجمال الحلقات اللي قاعدت تابعها حاليا ممكن تجاوزت الميتين حلقة ميتين حلقة مازال أنت مازال في البداية وصلت عند حدث نيويورك لو تفتكره أهام أهام شوف للعلم أنا في البداية جادني أدوك الشعور لما كنت تابع كونان في البداية متابعته كانت دقيلة فمتعي أحسه دقييل شوي لكن في بعدين أهام مو مندمشت معه ولكن شوف كونان العمل الوحيد اللي عملت له انطباع مباشر ولما ختمته جاني الحزن الله أكبر أهام حزنت وقسمولك يمين أحزنت هذيك الأجوار تبع التحقيق وتقعد تفكر وأعمل ويهانات مع الفانس ها وهم يوان يا صراحة كونان بيخلق فعاليات حلوة والله في الشات أنا من الوحيد لما عملت له انطباع مباشر خلصته جاني الحزن مش طبيعي حزن مش طبيعي حزن مش طبيعي حسيت بشي فراغ يا رجل والله حسيت فراغ وعلى رغم أني قلت رح أعوض وأمشي أشوف أفلام لكن الأفلام والله أنا بالنسبة لي أنا مستمتع بالأفلام ترى إلى الآن تابعت فلمين توقع تابعنا فلمين والفلمين دي يعني المشرفين عندي الله يعطيهم الصحة والعافية جالسين يترجموا حلقات كونان الجديدة لأنه قاعدين يسوي عادة إنتاج للحلقات بجودة أفضل قاعدين يترجموها وقاعدين يختاروا لي أهم الأفلام اللي ممكن يكون فيها لو رفرنس بسيط اللي شي معين وصراحة مستمتع بالأفلام يعني تفاجأت يعني أنا تابعت أفلام كثيرة تابعت أفلام لي وون بيس ماهوش مو فلر فلر يعني إلا فيلم ريد اللي كان فيه يعني شوية لكن كونان لا والله ممتع الأفلام جميلة لأن الصواحة ما ندمجتش مع الأفلام ما ندمجتش الصواحة يبغى لك أجل تشوف أعطيك تسلسل الأفلام اللي عندي اللي اختاروها المشرفين تابعت أنا ما عافش ممكن تابعت أربع خمس أفلام هو ممكن ما عافش قدش من فيلم ستة وعشرين ولا خمس وعشرين لا أنا الأفلام اللي اعطونيها المشرفين عددها كده محدود يعني في أفلام منتقاء بعناية وحطينها في مكان معين وفي مرحلة ما لازم تابعها مش بشكل عشوائي فالله يعطيهم العافية والله واجههم تحية ما هم مقصرين طيب يا شعيب هل هل عندك القدرة إنك تجيب على سؤال أسوأ أنيمي أسوأ أنيمي تابعته أسوأ أنيمي تابعته أسوأ أنيمي تابعته سؤال صعب صح؟ صعب لا مش هو صعب أني وحقول اسم الأنيمي لكن هو مية في المية فيه أنيمي سيب يا تابعته لكن ممكن ممكن لكن أتوقع بأنه مبالغة وحقول بأنه سيئ في ريتيل ما تابعته ما توقعش بأنه سيئ يب قوة الصداقة لكن ما قداش أقول بأنه سيئ حسنا لأنه بالفعل تابعته في ريتيل تابعته من أنيميات في البدايات حسنا كان كويس صراحة طب خليني بسط لك السؤال إش رايك؟ قول آخر أنيمي بتحطه في القاع إيش بيكون؟ هي نفسها بس إيش؟ بطريقة ألية مش عادة بالإبناة من المشكلة الآنيميات التي تابعتها كثير عشان أبدأ أفكر وأقيم هذا وأقاون هذا مع هدا لكن صعب صعب إجابة السؤال تبغى وقت الصراح تبرع نسوله وإذا جاء بالك في نص السوليق قطعني عادي مزال أنت مصمم تبعى تعرف أسئل آنيمي عادي كذا لأنه سؤال من الأسئلة المطروحة طيب أوكي بعدين نشوفو أي عادي خذ رايات أو إذا ما في شي برضو ما في وقت تابعت من هو؟ ما هو تابعت ، اه، طبعت؟ اه، طبعت، 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 طبعت،واد وعي، طبعت، حتى تسألني كيف أقيم صورو ليفلينغ، ممكن ححطها هذا السؤال، وحطبق على السؤال الأسوأ، أوكي، لكن شوف صورو ليفلينغ كويسة، واستمتعت في البدارة، أوكي، كانت فيها ليك البدارة، ما دخلوا ليك القاعة، وأسئلة، والأسوأ تشويق، عجيب أوكي، لكن بعدين، هذك النمط اللي كان ماشي فيه الكاتب، اختفى، في الآق الأول، أوكي، اختفى، صاه هذك، شو اسمه؟ شو اسمه هو البطل، صونج جينو، صونج جينو، صار يقاتل، ويزد في اللفل، يلفل، 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 كويسة هي هي كويسة، أوكي، لكن أتوقع بأن في عشرات، منهارات، إلا ما كانش مئات، المنهارات الأفضل من صورو ليفلينغ، كان قصة، أنا أول منها وتابعتها في حياتي، بريكر، بريكر، أتوقع اسمها، بريكر، المحطن، أنا الألمان هو الوحيد اللي تابعتها، وكانت تجربتي الأولى، كانت مع صورو ليفلينغ، كنت تابعت هذه، وخلصتها بصوحة قياسية الصاحة، عندك تاور، تابعت تاور؟ تاور الوحيد؟ أه؟ أسمع، لا لا، أنا ما تابعت، أنا أقول لك المان هو الوحيد اللي تابعتها سولو ليفلينغ إلى الآن، ما تابعت أي مان لا تابعتها، في مان هو ثانية كمان برضو قاعدين يكرروا لي علي اسمها مؤخرا اسمها، المحطن؟ 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 المهم، حتى الجماعة مصدعيني قلي أقرار، ممكن فيها، والله ما عبداش تلحمي تفاصل، ما تضكاش بالطبع، أتوقع 179، لأني جربت كذا بغى شوف البوستر تبعها، وكأن يطلع فكلي موقع على آخر فصل 179 و180 شي زي كده، ما أدري، هذا معروف، معروف، دايما الفانز عندي يقولون لي تابعها، لكن ما أعطيت هاش فانز الصح، المهم، ما عنديش، أنا ناوي أضيف والله منهوات عندي في الجد والصدقانين، المنهوات ما تابعتش كثير، لكن اللي ممكن أفضل منهوة تابعتها هي تاوة أف قاد، تاوة أف قاد؟ صدق على أني ما تابعتها بس اسمها يمر علي كثير، تاوة أف قاد، ممكن تقول وان بيس، لكن نسخة، يا راجل، ياب، تصريح، تصريح جريئ هذا، هذا التصريح، قلت، شوف، 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 أنا كنت عملت مراجعة لتاوة، وقلت بأن تاوة أعطتني، ما بغيرش أقولك أعطتني أجواء وان بيس حافيا، ولكن حسيت بشعوق أحسه لما مثلا أبدأ أناقش و أحلل في وان بيس، نفس التصريحة وقاله ماشر العامل، لما كنتش مخطط، قال شي هيك بأنه تاوة فيها شي هيك، حسسك، جدا، الغموض، السرمات، التوستات، فمتنعي أسرار، هو أشوف، العيب تاوة بأنه هي أتوقع بأنه فيها ثلاثة مواسم أتوقع، الموسم الأول، الرسم كلبي بكل ما تحمل الكلمة المهنة، أوكي؟ والبداية دقيلة، لكن بعدين لما، في محلة معينة لما تبدأ القصة، تدخل، تنطلق، برو، برو ما أحكي لكش، سرمات، سرمات، فمت معي شي مش طبيعي، القتالات، كده، المصموح يتحسن بشكل أسطوهي، يعني، توقع معي من خبشات، لشي قصدي تقول، لفل آخر، واحد تقول لا، هذا قاعد يرسم بالذكار الصناعي، هذا مستحيل، يا راجل، يبدأ حسن، على أني، على أني لما تابعت سولو ليفلينك، كتجربة جديدة لي، والله كنت مستمتع بالرسم اللي فيها، بس مدري هي بنفس المستوى ولا شيء أفضل؟ تقريبا، نفس الرسم، تقريبا، يب، 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 قلت لك بعدين، رح يصنع الرسم زي، 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 وكاد، لكن في البداية، الرسم والله تقول يا رجل، يمشي الوضع، ما يقول لكش يمشي الوضع، هو قصة الرسم، يوصل لك الفكرة، لكن تبغى صبر، صراح، تروا، تبغى صبر عشان توصل هذيك المرحلة، هذيك النقطة اللي رح تنطل فيها القصة، اللحظة اللي تقدر تقول فيها، أنه أنا قاعدة تابع عمل عظيم، يب، لازم، لازم تصبر، 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 شخصيات، أنا قاعدة أصبر نفس الصبر الحين، بس مع كونن، تبغى شخصيات أسطورية، رح تلقى شخصيات أسطورية، تبغى قوة بجميع الأشكال والأنواع، رح تلقى، كل شي موجود في فديقة القصة، في أشياء موازين القوة، هي 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 ها؟ لا، ما زال مجتمرة، والله، يا رجل، وما عارش كداش فهم الفصل، يا رجل، بالمئات يا رجل، تبغى صبر، 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 يا رجل هذي، هذي يوم تقوم أنك تبدأ فيها، لازم تكون مستعدة، والله، لازم تجاهز، تجاهز زادك، تجاهز أكلك، تجاهز كل شي لأنه، ممكن، أنا كنت متوقع، أنا كنت متوقع أنه يعني عالم المانهوات محدود شوية كده، بس من كلامك واضح أنه فيه شغل كبير كمان، لا لا، هذه مشهورة، هذه مشهورة، تعوى مشهورة جدا، والله ما سبق وتناقشت مع أحد عن Tower of God، بس بشوف أنا الناس كثير في الشات، أتوقع في الشات، في تويتر، حتى ممكن في ناس ينزلوا لها انطباعات، بشوف Tower of God، الاسم مش غريب، الاسم غنان، الاسم بيتكرر عليه كثير، يب لو كنت تعرف، معافش إذا كنت تعرف فيه واحد في تويتر، اسمه بدر، والله بسلامة ونعرفي، تكلم كثير، تكلم كثير عن Tower، حتى يترجم الفصول تبع Tower، كانت توقع حالياً، بسبب الشغل وكده، بساحب شوية، توقع، معروف، أسأل عليه أي واحد منه، أسأل عليه آب، أقول له بدر، يا عفو، هذا يعطيك، يعطيك، أي شي تحتاجه، وأولي ساعدني، وفي جماعة ساعدوني، وتفاصيل القصة، الشخصيات القوة، معقدة، معقدة فيه كثير، قلت لك لما واحد تدخل هذاك العالم، تدخل هذاك العالم، واحد تحس، ما أقول لكش وان بيس حافياً، ها؟ لا 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 لا، فهمتك، فهمت الفكرة، فيه هذيك النكهة، هتحس بذيك المتعة، فيه متعة خاصة، فهمت معي، هتحس، هتتحمس، في القتلات، في القصة، في التفاصيل، كل شي، وفيه شي هو يعجبني، أنا كاتب تبع، تاوى، يعطيك غموم، أوكي، ويسحب عليك، لكن يوم يجي يفجج أمها، يفجوها، خلص، فهمت معي، يقول لك، رح أفجع لك المعلومات، لين تقول أنا خلص، ما عاش أبغى خلص، فهمت معي، يشبعك، يشبعك، بالفعل، يخليك، كيف، فهمت معي، ما زي أودا، أودا، فهمت معي، أك، يعني يرمي لك طرف خيط، ويخليك كلا تسبح، يخليك تسبح، بكيفك، بكيفك، حلل الضارب، بعدين باثص، بس لا، مقارنة، يعني، أنا ما عني أكره المقارنات، بس بما لا تكلمني عن كونن، مقارنة بين أودا وآه، وقوشو، قوشو بخيل يا أخي، قوشو بخيل، قوشو بخيل، 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 أنا والله مستمتع في رحلتي مع كونن، ومبصوت صراحة، في الإكتشافات البسيطة اللي قاعد اكتشفها بس، في مرحلة ما كده أنفجر في البث، يا أخوان، بالذات الحلقات اللي بيجو فيها الأطفال الصغر، شوف قصة المنظمة وهذه مثلاً فاصل يتكلم عن قضية اوكي يطبق القضية يجمع معلومات فمتاعي اسأل انت جماعة كونن قالولي حتى كل قضية تشوفها تطبيقها ترقابل للتطبيق في الواقع في ناس في اليوتيوب طبقوا قضايا وكذا قضايا يبدل فيه مجهود ماش هيك هيجي يعتقديه ايه يعني الموضوع الموضوع مش فول بيزنس واضح ان هو يحب القضايا ممرة مستمتع فيها وقعد يكتبها ومركز على الجانب الثاني بنسبة اقل كونن مش بس منظمة سوداء حتى ذاك جانب جانب البوليسي جانب دل وطاغي عليها الواقعية كونن هو واقعي بشكل كبير يب فيه أشياء خيالية لك تبع المخدر يصغر أشياء كثيرة فيه أشياء كثيرة لكن عايش في عالم واقعي الشهطة كده يب 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 كيف صارت جوائم يب واقعي واقعي فيه أشياء كتير واقعية في كونه خلينا خلينا فيه سؤال هنا كيف مدر كيف قفست المفروض أصلك إياه بعد ذولي إيش رايك بتقاشي إيش ضربتك على وتر حساس ولا إيه ترقاشي يا ترقاشي والله شو حقول لك شرائي في ترقاشي شرائي فيه من أي ناحية من ناحية من ناحية من ناحية ككاتب من ناحية لا لا ببسط لك الموضوع قديش تشوفه مخلص لقصته شوف لا هو مخلص خليكنوا واقعي مخلص صح هو يسحب سحب سحبات بالسنوات لكن خلينا نكونوا واقعيين الرجل مريض الرجل مريض فمتماعية هو أغلب الفانس أنا نقولك الصراحة نحنا كفانس لأي كاتب لأي قصة دايما نكونوا أنانيين أوكي أعطينا أعطينا أعطيك أتوقع أنك شفت أنت ذاك المقطع كنت نزلته في التويت كنت جلت أودة لما قال بأن كان أودة أعطينا فصلين وبعدها أخذ عطلة فصلين وبعدها أخذ عطلة فأنا تفجأت موظف عندنا أودة ما هو فبعدين اكتشفنا بأن أودة كان مريض فمتماعي والوجل قاعد يطغط على نفسه لو تلاحظت حتى الفصل هذا اللي قبله ما كانش حتى مكتمل في الرسم والفصل اللي قبله كان 13 صفحة فمتماعي لهذا وهو حياة مقاكة وهو جحيمية فمتماعي لهذا أنا أتوقع بأنه توقع شي ما أبغاش أقولكم أنه متخادر ولكن الرجل مريض حتى هو كان نشره رسالة وشرح شرح على الوسالة أنه عنده أتوقع كسر في الحوض أو شي هو أتوقع بأنه قال حتى حشكي روح الحمام صعب بالنسبة له يعني يعتبى شي فمتماعي الرجل خلينا نكونوا واقعيين ولكن في نفس الوقت أنت يوم تسحب على شي لمدة طويلة الرغبة وتخف يعني الشي اللي تبعد عنه الله هو أكيد هذا الطبيعي اللي يصيره أصلا هذا الطبيعي لهذا ما أقول لكش بأن يعني ممكن الحالة الصحية تبعته غاشي خلته متهاون بزيادة شوي ها فمتماعي خلته متهاون بزيادة فمتماعي لكن بصفة عامة بصفة عامة عضه معه أنا ما قداش أقول فمتماعي أنا ما عافش شو وضعه كده أنا ليش سألتك قداش تشوفه هو مخلص لقصته ولا لا لأنه كونك مخلص لقصتك راح يخليك تبحث عن حلول لاستكمالها بأي طريقة ياب فممكن تعين رسام ممكن تعين شخصي وما أتوقع أنه فيه فيه ناس بيسوي زي كده صاح ما هنقك بيخلو ناس يرسمو لهم زي ببزير أنا والله ما 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 المطلع كثير على الأخبار تبع تقاشي ولكن المثلج للصدر والجميل في الموضوع أنه بالرغم من كل الغياب هذا إلا بمجرد ما ينزل تغريدة بوم عشرة مليون عشرة مليون فيوز خمسة وسبعين ألف لايك والرتويت الفانس باقي جيعان باقي متحمسين للموضوع هانتا ولا تحتاج نقاش عندها شعبية عظيم 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 وزي ما قلت أنت شوف لو كان تقاشي يبغى يضوع الحلول وقصة تستمث كان بإمكانه لكن شوف أنت قناعاته هو هو يبغى يسم هو يقول فلت معي يشوف قناعاته هو هو حتى يوم كانت ويساية تبع تقاشي اللي كتكلم فيها عن النهايات وكده النهايات هي شو قال 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 لو مدت لشي خدوا لكم النهاية هذه هذه النهاية النهاية الرابعة يعني ما فيش حتى ممكن تخطيط بأنه لو مدت ما تخافوش واو فيه واحد واح يرسم ويكمل وكده لا خذوا النهاية خذوا النهاية هذه فهمت معي هذا هو شوف على قناعاته هو شو كل مانقاكو كيف فهمت معي ما يب 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 فهمت لك فهمت لك جميل بس والله كل الاحترام وكل الحبلة وقاشي يعني مع أن يشوف الناس كثير بيتضاربوا على الجزئية ذي تبع التخاذل والتكاسل بس 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 ضيعت ضيعت صار في أسماء كثيرة صار في معلومات كثيرة فكان يحتاج عيد قراءة المانقا من بداية القارة المظلمة أفضل واوه هذي حاجة حاجة كده جزء من هوية هانتر التعقيد لازم في كل ماها ياجع توقاشي لازم تعيد من الأول عشان ترجع كل الدي لأن في عشرون ألف معلومة موجودة وكده وشخصيات وحتلقى نفس قضايا أنا دائما هيك هذي 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 صار زي الـ صار زي السنة عن جماعة هانتر بسم الله نعيد من جديد لازم عيده من الأول خلص قاعدة أنا أنا أتذكر كل ما توقاشي ياشا لازم عيد من الأول وهو واحد مقرحة ماجر وهذا الصح وهذا الصح يعني إذا تبغى إذا تبغى تفهم لازم تعيد إلا لو تبغى تتابع لجل المتابعة وتنتظر حدث معين وكده من هذا كلام حتى الأنمي حتى الأنمي والله يعني أنا حاطت حاطت فكرة إعادة مشاهدته في الجدوى العندي ومتحمس لإعادة متابعته لأنه يا أخي تجربة هانتر مميزة مميزة في الأنمي غير المانغة في الأنمي كانت مميز جدا جميل أتوقع كده يا أوداتشي أو لا باقي سؤال السؤال هذا بعده بنخش على وان بيس وبنبدأ حرد وسواليف شخصيات مميزة مرة مميزة تشوفها موجودة في الأنميات اللي تابعتها خلني نقول خمس شخصيات شخصيات مميزة تعرف كده شخصية غير وان بيس خلي وان بيس على جنب لأن أنا بنسولف عن وان بيس بعد شوي ولو أقول لك بشكل عام شخصيات كده تحسها مرة مميزة سواء كتابة أو مظهرا يعني أنا شوف واحدة من أكثر الشخصيات المميزة مظهرا وكتابة ناروتو شخصية مرة مميزة حتى شكله كده مميز شعره أصفر ملابسه برتقالية شكله مميز وكتابته كمان مرة جميلة هذا واحدة يعني أعطيك مثال يعني إذا كانت في أحد الشخصيات المميزة بالنسبة لي انتعرف نظر ون جيد أول شخصية لاتحاج نقاش إيرون ييقر هذا عندي في الطب هذا مميز سبحان الله والله هو مميز قاسدي قاسدي حتى أنا أشوف طوب فايف تبع الشخصيات يعني شخصيات مميزة مميزة مش بالضرورة يكون طوب فايف فعلي يعني إجابات لحظية عادي إذا كنتم حاختار من وان بيس شخصية مميزة مع أنه أنا شخصيتي مفضل في وان بيس وزو رقم واحد لكن أبغى بعد عن أبغى روح للأشوار أيوا وحاختار دفلمانجو مع أنه فيه كائد وعنده كده لكن وحاختار دفلمانجو لأن دفلمانجو أوضة أعطاه حقه كتبه بشويش 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 ويباك شخصيته عجبتني كيف أوضة كتب شخصيته قصد كشرير مختلف همت معي يعني مفيش شرير أوضة أعطاه عليك الكتابة زي دفلمانجو كتابة وبناءه وبناءه مميز جدا من بداية للنهاية ولا غلطة دفلمانجو ولا غلطة ممكن تجي كايدو تلقى فيه غلطات تلقى تقول آه فيه هادي تجي عند الباك مام ها كادا كوكولاي لكن دفلمانجو أيك محطوط مفيش ما عندكش كيف تنتقد دفلمانجو في كتابته ماضي جنون بعدين دفلمانجو تحسوا إذا ما كان أكثر تحسوا من أكثر الشخصيات اللي فاهمين عالم وان بيس بشكل يا رجل يا رجل يا رجل أنا دفلمانجو عطيه لقب مايسترو وان بيس مايسترو فاهم فاهم أم القصة كلماته دائما تتحقق بالملل فاهم شو قاعد يصير ما تنعم فيش تحاويش تمزح معه عاف كل شيء والله شيطان ودائما أودا لما لما أودا يبغى يعبر عن فتكها ولكدا يجيب لك دفلمانجو خطبات دفلمانجو يخلي يرمي لك كلمتين كدا ويفهم يا فهي زي قصة زي قصة لما تكلف الماينفوت لما قال قلب أن الأطفال اللي عاشوا الحق ليس هم الأطفال اللي عاشوا في السلام الله ولما تكلم عن من هل في أحد يكون منتصف هذه الحق قال يب يكون في المنطسة ولكن المنطسة هو اللي سيكون العدالة بغض النظر من من هم المنطسة القواصنة بحوية هدوك هم العدالة المنتصر هو اللي قال كمان المنتصرون يكتبون التاريخ لا لا واجهي ما المنتصرون يكتبون التاريخ ماذا قال ذي العبارة؟ قال هذيك أتوقع من كوكو نوباسكت أكاشي يا راجل يب طب وين سمعتها؟ الاشتباس لما تحطوا في شخصية معينة سواء لا برو الكروكو باسكت ماقي ما تابع معقولة يا وجل عندي في الجدول هو سلام دنك يا وجل هو احتبعه يا وجل وشوف انسحك انسحك التابعه قبل سلام دنك كنت في النادي خلصت تمرين زي كذا وقلت بروح أجرب أرمي كرة السلة أنا ما عرف شي عن كرة السلة مسكت الكورة وجلست أرمي خربيتها صعبة فقابلني واحد جاء برضو دخل وبيلعب كرة السلة وكان مرة يعرف يلعب وجلس يعلمني كيف أرمي وكيف تعلمت كم درس وبالمصادفة كذا جلسنا نسولف خشينا في الأنمية قال لي كروكو باسكت هذا لازم تتابعه لازم تتابعه شوف هو فيه فيه مبالغة أوكي فيه يعني ما زي سلام دنك سلام دنك واقعي ملياف المية فمتبعي سلام دنك يعني فيه إضافات فيه قوة شوية غريبة طيب هذي حلاوتها يا أخي يبه ولكن رغم ذلك وأنا أتوقع بني لما تتابعته بصعصة أوقية فمتبعي لا لا لازم تشوفوا كروكو باسكت موجود 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 موجودين و هاي كيو فيه فيه شخصيات قصد الشخصيات عندها هاي مش عالي كل ما تظهر شخصيات فمتبعي فمتبعي يا سلام فقصدي مثلا انت عاف أنه مثلا طبيعة الحال القصة تتكلم عن تيم معين هو اللي وحيكون فيه البطن فالنهاية هو قوة سلة فمتبعي فبكل تأكيد وحيكون ضد تيم تاني هذك التيم تاني فيه نجم فمتبعي فيه شخصية رئيسية هذك الشخصية فمتبعي قصدي فمتبعي فمتبعي فيه تيم تاني فيه احتو كل ما تظهر شخصية او اي حدث معين بيعطيك ما بيسوي لك شي تسليكي بيعطيك حاجة حلوة شو تستمتع فيها فكل شخصية هيك وح تلقك فيه كتير لين توصل عنده الطوب لازم تشوفه لازم تشوفه يا وشي والله ما يصدقني الجدوى لعندي بشوف فيه اشياء كثيرة بس الله يعطينا طولة العمور يا راجل هذا كوكو شوف كوكو أنا أضمن لك مليار في المية لو فتحت بدت هيك وبدت هتخلص ممكن نص السيزن هتخلص فيه في جلسة بدت هتخلص اي اي انا أضمن لك بأنه شوف كداش هو أتوقع بأنه السيزن فيه 25 حلقة 24 اوكي اضمن لك بأنه أضمن لك بأنه فيه جلستين وحتخلص السيزة الأول وحتدخوا على السيزن الثاني ديريكت يا عيني معرفش أنا كداش من السيزن الصراح 3 أهبعة والله ما أتذكر الصراح أحداث ومش مملة مجمعي مفيش لك الملل من وصفك واضح أنه الرتم فيه كمان عجيب اي 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 اه دورتم فيه فيه شخصيات كل شخصية مميزة بشي وكذا فمجمعي والله قصدي أنا لازم تشوفه لازم تشوفه أقمه هو موجود أنا عندي جدولين عندي جدول المتابعها الحالية وعندي جدول المتابع اللي بعد ما نخلص هذا وموجود هناك بس لازم نفسه داني أذهب عنده المانجا، الله، هم تقدم كتير كتير، لكن ما في ممكن ما في سببورت من استوديوهات، ما في سببورت من ناحية الفيوز على أني والله كنت مستمتع فيه جداً، يعني ذا الأنمي ضحكني كثير، أتوقع ذا أكثر أنمي ضحكت فيه من ناحية الكوميديا، الكاتب عبقري في كتابة الكوميديا، بطل في كتابة القتالات، بطل في كتابة الدراما، حرفين كده فل بكي أتوقع بأن أتوقع ذاك شو اسمه؟ تكامورة تكامورة، آه، أسطوها آه، آه شخصيتي المفضلة، أتوقع شخصية الكل العنمي تبع إبو، ولكن هو الأفضل آه، هو الأفضل، هو الأفضل، صح، ذاك التكامورة هو الأفضل جميل، جميل، طيب يا جماعة الحين بنخوش على وون بيس، أنا أقول لكم أحيانا بحط لكم في الخط الأحمر هنا أقسام وحيانا أنسى فأعمل حسابك وأمشي من الحين إذا أنت ما تابعت مانجا وون بيس، إحنا بنسولف في وون بيس بشكل عام، لكن بنسولف بحرية يعني ما، ما في المانجا، ما في الأنمي، ما العين نزلي خذ راحتك وأول سؤال بيطلع عندك يا شعيب أكثر حدث أو أكثر سر منتظر تنكشف لك إجابته في وون بيس، بطبيعة الحال مش هقول لك شو هو الوون بيس، مش هدو الشي اللي منتظره أنا، لكن أبغى أعرف شو صا قبل، أو شو صا في القرن الثام أخ، وهذا هو لب القصة، قلت معي، هذا هو لب القصة، شو صار؟ كل اللي صار هناك هو اللي قاعد يصير أثره هنا آه، آه، هذا أهم شي ممكن، أما لأن أقولك شو هو الوون بيس، وحد تقولي الوون بيس هو كذا كذا لا، أنا أبغى أعرف القصة الكاملة حتى أودا أصلا يعني لما قالك يعني أوكي ممكن في البداية كان عندنا فضول نعرف الوون بيس، وما زال في فضول يب بس آودا طرح لك أسرار خلت الوون بيس هذا إلىواكي مهم، بس في أشياء أهم في أشياء أهم ما بغى أعرفها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Johns�строй بأنه أغلب الأشياء اللي عنده علاقة بالقصة وعيسية لازم تنكشف يوم الجماعة يوصلوا للافتل ضعوري لأنه لو تفتكر رحلة لوفي ما راح تنتهي بوصوله للافتل ياب لكن وصوله للافتل راح يضمن له لقب ملك القراصلة بس مش نهاية الرحلة باقي حلم لوفي لكن ما تنساش بأنه راجع يوم وصل للافتل اكتشف كل شيء فعل لازم يوم في صح صح اوه صح اكتشف اوه فاغبتي اوه صح صح معي إذا كان في شيء اوه ده ممكن لأنه طبعا الكاتب لازم يخلي أشياء عشان القصة تستماها ببعد لافتل ممكن يخلي غموض عن طاف وعيا عيم وصاما حكومة العالمي خلي غموض لين يوصلولها وينكشف هذا الغموض مثلا من هي ايم وصاما حقيقتها هكذا فيه أشياء مع أني أتوقع بأنه والله ما عابش لكن ممكن ما عابش ليش عندي إحساس عندي شعور هيك شعور شعور بأن ايم وصاما هويتها قاوية بتنكش لفاك عندي شعور مع أنه قوضة ممكن يخلي هيك لنهاية القصة لكن عندي شعور والله عاد أنتو ما شعالله شعورك دايما يعني في لحظات كثيرة يجي في محله أنا هيك أقول بأنه يجينا سوبرايز كذا ممكن ممكن فجأة أوضي فجأة وتظهر لك إيم وصاما ترسبن ترسبن كذا تظهر خاصة بعد الحدث لو حيصيف الأق هذا اللي غير معهوف وممكن لا ممكن يأجلها لا مش بالضرورة ما أني ما أتوقعش أي ورقة حلوة يقدر هو أشوف هو أتوقع أي شي توقع أي شي القوصي القوصي ضهو في بدايات القصة أقول لك ممكن في الفصل ممكن في أيام أهارة صح لا توين أيامات أهارة باستا أي ذكرني لا بس أسترجع ذكرياتي أيامات أهارة باستا يوم جام خبر بأنه في أسقط كوكوديت أوكي ضعوا القوص وشوف أنت من هذا الوقت للوقت الحالي أوضي تكوّم عليك وقال لك خذ لك أسماءهم سنين سنوات عشرين سنة ممكن فتوقع مع إيم وصاما بأنه تظل دايما إيم وصاما وح تظل دايما هيك شخصية وضلل وبعدين فجأة ينفكّل الظلال وتطلع شخصية يعالم مش اللي بي تطلع لكن لا لكن لا لا أتوقع شوف بما أنه بما أنه أوضة وسم القوصي يعني لو تشوف الديزاين تبع التصاميم تبع القوصي قصدي مقبولين بشكل كبير جدا ما تسمعي ما فيهم أي واحد شكله شكله معكوب في عرف في عرف الشخصيات داخل ون بيس يعتبروا أنت لو تلاحظ حتى عرضة في شخصيات الشخصيات الرئيسية في البحرية وسمها بشكل كويس لو تشوف مثلا الصيفر بول يسمهم بشكل كويس فهو في الجانب هذا تبع البحرية مش كلهم بس الشخصيات اللي بيكون لها دور مهم بيعطيها تصميم كويس زي لوتشي كاكو ستوسي فمتنعي فدائما هو هذا الجانب تبع البحرية حكومة العالم يعطيهم هيك ديسان كويس فاموساما لازم وخاصة بأن اموساما شخصية قز فايم البحرية يعني تحويش تلعب معي هيك ولهيك لازم تعطيها يعني لازم تضل تكون شي مميز اموساما لازم يكون شي مميز اموساما ويليق بكمية الرعب اللي دبته في قلوبنا خلال الفترة الماضية مش معقولة تيجي تكشف تكشف للظل وفجأة تطلع زي النظريات الغبية انو طفل صغير مميز هيا 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 لكن توقع توقع ويسويها المصيبة يسويها 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 اللئيم يسويها توقع أي شيء من هذا يطلع واحد من المخلوقات هذوليك اللي كانوا في القمر مع اينيل اه هذوقت المخلوقات كانوا طويلة اه اه صح الفلاشباك المفضل لك باستبعاد كومة لأنه لسه مكتمل الفلاشباك والله ممكن اقول الفلاشباك ، فلاشباك كان فلاشباك ، كوي صح فلاشباك فلاشباك wah Ven شف القصة تبع او رحلة الروجر و و كل التفاصيل هاي تفاصيل يتم فلاشباك أسطور رائع جداً أنا بعد ذاك الفلاشباك أصلاً قلت رحت كتبت في تويتر وان بيس أفضل أنيمي أما لو تسألني عن فلاشباك وضوامي حزين أتوقع بأنه ساختار كوما هو شو في زمان أنا كنت ما بين روبين ما بين بروك ما بين تشوبر بس بعد كوما أنا ما توقع أحد بيتفوق على تعاسة كوما أبداً مسكين مسكين ويا عالم الفصلة جايش بنشوف كمان أتوقع بأنه خلص شو ضل خلص لا باقي باقي شوية باقي توقع حاجتين لأنه وصل عن جزيرة لوفي يب يب لا يعني لفاضل لكوما هو أنه يتعدل فهمت معي وقاعد يتعدل خاضع التعديل هسا ما عافش إذا كان فيه شي تاني ممكن خليك من نفسه لا بس خلص ما راح يضيفه شي للتعديلات هي فكرة وصلت خلص يب إلا إذا كان كوما راح يعاني مثلاً بسبب شي راح يصيلي شخص آخر ممكن ممكن أما هو بحداته وأتوقع بأنه خلص قسط وصارت واضحة خلاص فعلاً ايو فعلاً من الطاقم طيب خلينا نقول من الطاقم أفضل فلاشباك من الطاقم أفضل فلاشباك من الطاقم أو خلينا نصيغها بطريقة درامية أكثر فلاشباك تأثرت فيه شوف شوف إذا كان أنا وأحطك إجابتين يس إجابتين أفضل فلاشباك من الطاقم سانجي سانجي حصل سانجي حصل مش على فلاشباك حصل على فلاشباك سواء كان فلاشباك فلاشباك ومفصلة ومفصلة لهذا أشوف أنه سانجي حصل على أفضل فلاشباك وسانجي هو أكثر شخصية في الطاقم أودا بدل فهم مجهود في الكتابة كاتب شخصية وكويس عاطي مجهود هذا بالنسبة لي سانجي كأفضل أشوفه فلاشباك تبعه هو أكثر واحد أودا مفصل فيه مقارنة مع أي واحد من الطاقم سانجي مافي مافي مافيش 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 أعطانا أول حاجة أعطانا فلاشباكه مع زيف بعدين أقلنا خلاص بعدين أعطاك فلاشباكه مع أخوانه يب يب في تفصيل تفصيل جوه تفصيل أنا أتوقع يعني لو بنتكلم عن المعاناة يعني ما أتوقع أنه في أحد من الطاقة معانا أكثر من سانجي من ناحية المعاناة يب من ناحية التعب الجسدي والتعب النفسي يب تكلم عن طفل وشاف هذيك الأشياء كلها ومن مين؟ من عائته يب يب لهذا أنا أشوفه هو أفضل فلاشباك لكن كفلاشباك التعفية فلاشباك بروك لنذهب 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 أعطني فلاشباك بروك بروك أنا بكيت يب أنا بكيت أنا مستحيل أنسى ذيك اللحظة لما يعزف وهم يطيحوا يب يكمل عزف وهم يطيحوا والموسيقى تقل بشكل تدريجي إلين آخر شيء لهذا أنا الصراحة ذاك أشوف أكثر فلاشباك من الطاقة مأتفي بروك على أنه روبين مره مؤثر مؤثر على أنه تشبر تشبر وفلاشباك ولم آخر مؤثر بس بروك بس بروك وربط وزيادة لما ربطها أودا مع لابون يا لطيف يا لطيف أنا أبكي على لابون ولا أبكي على بروك ولا أبكي على ما ولا أش اسمه هذا ميري ولا أبكي على إيش هذا السؤال بيعجبك أنت على أنه قيت سلفنا فيه بس ودي تاخذ راحتك الحين بما أنه ما في معنا ضيوف وكذا قدي إيش عودة البيج مام مهمة في القصة من وجهة نظرك على السؤال يطرحو يطرحون أعداء يقول لك البيج مام البيج مام لو رجعت شو حتساوه على أساسه هو مساعد آده هو الدراع اليمنى لآده عاف عرف شو دعلي فكر والله يشوف شو واحد أخدم القصة أوكي أو قصدك شو حيكون طوى ممكن في القصة يعني خلينا نفترض أنه الحين عودة البيج مام واردة أوكي هل عودتها راح تكون مفيدة للقصة ولا وجودها زي عدم والله يا عزيزي شوف آده ممكن أنه يستمع في القصة وماذا كداش أنت تحدد وجودها من عدم وحيفيد أو ميفيش لأنه أنت متعافش الكاتب شلال يفكر ولكن لو افترضنا بأنه البيج مام واحترشها أوكي شو مثلا شي ممكن لأودة يوضف فيه البيج مام أهم أوك أي البوف بيج مام عندها تالية ولي هو له علاقة مهمة جدا ومرتبط بالبيج مام عنده أودة من عادته دايما أنه يجمع الشخصيات لعندها علاقة ببعضها البعض أو عندها علاقة بي مكان معينة زي ما مسوي حاليا كيزاهو، سنتو مايو، كوما، فقابانك، بوني جماعهم كلهم عندهم شي في الماضي ولتقوا في خبيل شابوندي واع جماعهم معها ثانية لأنه الحدث 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 يفهض بأنه كويس يعني فيه فيه علاقة الأكثر أني أصنع قصة فهمت معي؟ جوهر جميل يطلع لنا فهمت معين؟ فلف someplace القصة البقمان عندها تاريخ مع العمالق وكانت تتاوول ومش تاريخ فباً عندها تاريخ عندها تاريخ مع العمالقه reapتاواهم من ناحية أن الأمير لوكي كان يب Mine كانت تبغى العمالقه يتحالفوا معها قصت أن العمالقه حاقدين على البقمان بسبب قصت أنه كانت قتلensus وزائد بانه وصلتهم الاخبار بانه اكلت الاطفال فصارت دكهر اسم البيجمام محرم فمتسمعي هذي بعد الاشياء تخلي البيجمام بالفعل ما تبطه ب ايه وفرصة رجوعها وارده ايه فرصة رجوعها زائد اودا غد النظر عن طاقم البيجمام شو صاح معهم وين راحوا وكذا ما جابلكش هذه القصة زائد اودا رجع لي اقلي من البيجمام وخلي تيتش يخطف بودنج وين هذي القصة وين راح تروح كيف ممكن تخلي هذي القصة لو اودا يبغى يبالوها كيف ممكن هذي يؤدي ان البيجمام تصطدم مع تيتش في المستقبل فمتسمعي لان خطفت وهي عافى بكل تأكيل ان احنا راح نفتل ان البيجمام حية وانا موامل بانها حية لاش خطف بودنج ؟ لأنه في وعد ما بينهم لم يتم الإفاء بها إذا كانت هو يا رجل الجملة الأخيرة اللي قالها لوفي لي كتاكوهي كتاكوهي آخا شيء آخا شيء سأل لوفي قال له هل سوف تعود لهزيمة البيجمام؟ شو قال له لوفي بالطبع سوف أعود الله عليك آخا سؤال طرحه وأنا قلت لك أنا لوفي أعاد هذه أعاد قصة أنه يقاتل البيجمام ويهزم أكثر من مها وسأل له كتاكوهي هل سوف تعود هزيمة البيجمام؟ قال له نعم سوف أعود هو يقول له كتاكوهي إنك تبع المستقبل البعيد كتاكوهي سقع يا أخي الحوارات هذه حلوة يا أخي تقدر تطلع منها شيء كثيرة أنا قلت لك يا عزل لوفي الحوار هذا من يفاكره بس الحين صارت الحين صارت فكرة عودة البيجمام مرجحة أكثر بالنسبة لي لوفي يا واجل لوفي لوفي البيجمام ما تقاتلش معها إطلاقاً نطعيني البيجمام لوفي قاتل البيجمام؟ مافي قتال 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 مافي صار في تصادم في حفلة الشاي والسلام عليكم خلص لا استهبال 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 مافر ومش قتالي في فريوانو شوية استهبال السلام عليكم خلص لوفي عندما كان ضد البيجمام في السطح على كايدو وهو ما كان فيه هذا الكلاش ضابطه بصاعق وما اتوتش على إطلاقه الجماعة الثانيين هم كانوا متكلفين بالبيجمام ايو ايو مفيش مصاش مصاش كلاش حقيقي مبين البيجمام و لوفي اطلاقها مفيش فمتبعي سووا البيجمام ضروري لازم عندها ضوء عندها اوضة لو يبغى يوظف البيجمام يقدر يوظف البيجمام وفي الف طريقة وطريقة افضل ارك عشان البيجمام بتظهر في ال باف مفيش ارك تاني بالضبط بالضبط والوجه القادم اصلا ال باف وعلم انو برضو اذا ما خاب ضني اا.. سفينة البيجمام بعد او طاقم البيجمام او ابنائه بعد ما مشيت منوانه ما ما عرفنا ايش فيها سوح ما عارفنا شي صح جايز والله جايز والله جايز وفي الف سينارييو سيناريو قابل للتحقيق في عودة البيجمام وادي ارا ان البيجمام بميحلو يايجبها ما ااواح تكون حليفة غмотри اراح ربما یا اشوفها تكون حليفة اتوقع الشي اللي بيخليني احس انه ذا الشي انه بيك موم فيه جزء فيه جزء كويس داخلها فيه 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 خير داخلها يعني حتى لما فقدت الذاكرة بطلع كذا جزء من شخصيتها الجميلة جميل غير انه كمان يعني والله مش 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 تقليلا في كايد ومش تقليلا بس بس بيك موم يا اخي عندها طاقم كبير طاقم كبير وابناء وكل واحد معاه فاكهة ومش اي فواكه مش سبهللة مش حاجات مشوهة اسمايل وللأ عندها جيش كبير جدا واقليم ضخم جدا لو 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 تجد قاون هي طاقمها مع مع طاقم كايدو اه اش شوف الكفة للبيك موم ما طاقم كايدو نصه مشوهين ونصه الاخره طاقم كايدو عندك ممكن دول عمد الكايد النواب والارقب عندك ادوك الكوابت وعندك توبي روبو اي يالي ما كلين فواكه اسمايل المشوهين هذه اللي طالع الى اسد في يده واللي طالع لي فيه الفظاهروا اللي عنده لابناء عندها طاقم كبير طيب يا شعيب خلينا نروح على الفصل ألف ومية واللي كان مناسبة جميلة صراحة نجلس مع بعض فيها رقم مميز وشخص مميز زيك الله تقصح يعني العين أودا تعرف يا أخي أودا عنده قدرة كذا رهيبة في السيطرة على كل تفاصيل قصته ما في شي يتزحلق من يده كذا لح أشياء يجيبها لك في البداية يربطها مع بعض في النص يجيبها بعدين في النهاية شي عجيب أفتكر في الأرخبيل شابوندي أول مرة لما شفت كوما كان يضرب الطاقم ويخفيهم ويوديهم ما اشتريت كذا مباشرة في مخي جات برمجة إنه هو قاعد يوديهم لمكان قاعد يهربهم قاعد يخليهم يهربوا من هنا وادى زوروا لهنا لجزيرة ميهوك وادى سانجي لجزيرة البانكوب بلا 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 بس الحين أودا جاب لك مغامرة كوما القديمة كلها كوما مر على كل الجزر هذيك يعني حتى إرسالوا لهم مش بشكل عشوائي بالتفصيل هذا يصلح يكون هنا الطبيب شو بطر يروح يكون هنا بلا 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 كل شي كان مفصل فإيش في شي ممكن نقدر يعني نسولف فيه من ناحية قدي إيش أودا مبدع في ربط كل تفاصيل قصته وشخصياته مع بعضها بشكل جدا جنوني شوف شوف هل هو إنسان معليش والله حالا نسأل هل هو إنسان لا هو إنسان لكن هو شوف هو إنسان لكن أدك منها والله عبقري عبقري ايكيو الله أعلم كمل ايكيو يا عزيزي عشان عشان تكون عندك قصة بهذا الحجم وإنك متضكك كل تفصيلة وشو سويت قبل 300 فصل وقبل 500 فصل وتحاول إنك ما تنساش عليك التفصيلة لأنك راح تحتاجها مستقبلا وما تنسهاش بوو يا رجل أنا أقرأ بوقتين يا رجل يا رجل الفصل يا رجل الفصل يا رجل الفصل 1098 أنا أبغى أفتكر إش صار فيك يا رجل أقرأ سطرين يا رجل إنساهم يا رجل هذا متذكر شبكة الأحداث شبكة كل شيء سواها فمتنعي عاب أنه أوكي أنا في الفصل 300 هعطيهم المعلومة هذي لكن بعدين وحاجعلها مستقبلا مات المستقبل أنا ما عابش لكن أنا متذكرها كذا استعراض عضلات أنا متذكرها فخلاها هناك هذي بعدين يوصل هذيك الحدث ويجعل هذيك المعلومة ويحللها لكن أودا وخاصة مع قصة كومة وليش أركز معي ليش قصة كومة تعتمى مميزة أو ليش أودا تحس حتى في الفلاشباك تبعه وما تقول النقاط وتحس كومة يعني مكتوب يعني ولا غلطة يعني عاف أودا مكتوبة مكتوبة من عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة هذي برضو هذي ميزة هذي نقطة ثانية لأن لأن ما تنساش بأن أودا قالك أنا في البداية قد مخطط أن قصة وان بيس تنتهي في خمسة سنين ولكن القصة استماوت فأنت لو لاحظت معي بأن الشخصيات اللي ضعوت في بدايات القصة أودا ويجعلها حاليا كروكوديل باقي ميهوك كومة كل شيء كل شيء هذو كانوا لأن هذا كان مخطط لعب أن الشخصيات اللي ضعت في بداية القصة لو فتردنا بأن القصة رحت تستمار لخمسة سنين فالقصة كانت أه مصغرة أو لماذا ذلك ولكن لما تمددت فأذيك الشخصيات لا انت تعال انت خليك على الجنب انتو بعدين وحرجعلكم فأذيك الشخصيات مكتوبة أسرارها كل شيء مكتوب يعني مثل مثل عسابين المثال أودا مثلا في كتير أشياء أضافة في هو نص الطصة ف مش هتكون حبكتها زي شيء فكة فيه من البداية مستحيل بالضبط مستحيل ضفلا مانجو وليس قصته كانت محبوكة جدا ضفلا مانجو ضعفين بدايات القصة فمتنعين وعلى أنه ظهوره في البداية أول ظهور له أنا ما كنت قادر أشوفه إلا شخصية شريرة ممكن تظهر لاحقا بس طلع لا 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 في قصة فمتنعين وهذي واحدة من الأشياء اللي كنت أتكلم فيها عن قد إيش الكاتب مخلص لقصته عشان أنا مستحيل ألاقي أحد مخلص لقصته أكثر من أودا يا رجل كلاب الكلب شو شو أعطاه قصة يا بوينج ميري أعطاه قصة جيب لي شخص يا رجل واحدة من الأشياء برضو ولا أقطع كلابك واحدة من الأشياء برضو اللي في الفصل ألف ومية في آركة البيج موم ظهرت سفينة من آآ إش يسموهم آآ يونكو العالم السفلي آآ 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 وظهرت في الفصل ألف ومية يعني حتى لو ظهورها ما منه فايدة ما ينساه هذه ظهرت هنا إذا بظاهرها بظاهرها في مكان ما وفي لا حدث ما حتى لو الشخصية ما رح يكون منها فايدة أو منها فايدة شي عجيب شي عجيب أسلم يب لا لقد قلت لك آآ 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 أي من الشخصيات الموجودة حاليا ولو شفت انت في البداية كل ما تأكد بان او دا بالنسبة لي بالنسبة لي الموحلة هادي كأنه قاعد يلعب كأنه تحصيل حاصل الاشياء هادي كنت وحسويها في البداية لو كانت القصة فيها خمسة سنين ولكن اجلتها حاليا قصة كوما قصة كوما انا اصلا اعافها من زمان مكتوبة وجاهز ومكتوبة كروكوديل سروا لمدالك قصته معروفة شو حيسوي باقي شو حيسوي مي هو قصته من البداية القاسم حداتهم اظهرهم في بدايات القصة والديزاين تبعهم كان معروف وكل شيء كل شيء فمتنعي لهذا اقول لك مرحلة نهاية القصة هادي بالنسبة لي او دا ايزي بيزي ليمون سكويزي مش متلا رح يبدأ يفكر دقيقة لاحا حطها مش رح يبتكر هي اوريدي جاهزة ياب اقول لك متلا اقول لك متلا فيدريس هارزا كان لازم فيدريس هارزا متلا او دا قالك انا كانت عندي اكتر من خمسة عشر مذكرة كاتب فا افكار عن دريس هارزا وما تنفذتش كلها ما تنفذتش كلها بلاه ايه ما تنفذتش كلها هذيك الافكار خمسة عشر مذكرة على ان دريس روزا كان مره دسم يا يب واغما ذلك ما كتبش كل شيء الماينفورد لو انه اتوقف انك سمعت ان تصريح هذا بانه لو لو كان لو كان لو كان اعطوه الحروية تامة كان بيمكان بانه كل فصل ما يكونش سبعة عشر صفحة كان ممكن انه يكون أبعين صفحة بالأحداث اللي كانت عنده فا اتماعي ماينفورد او رغم انك تشوفه انت هيك يعني مضغوط هايك والأحداث لكن هو الكاتب مسك نفسه وما مخلاش ارك طويل فا اتماعي كتير افكار حدفها وما ذلك فهو دايما يقولك بانه دايما انا حاول اني امسك نفسي عندك الارك اللي اودي زودها فيه هو وانو لا زودها هو كم فصل وانو يا رجل واه وتجاوزنا 4 سنين يا رجل في وانو أو الوووو اللقه انت هم تحسب شده والله انا جيت انا جيت وقت ممتاز انا لانا كنت جيت فهم جمحونا وانو يا رجل ا عربعة سنوات يا رجل وانو في الإيقهات؟ يب في الإيقهات في الإيقهات صعر الرتم أسرع لكن وانه أردا أخذ راحته؟ بداية الأرك كانت كويسة وكل شيء كان كويس بعدين شوية أنا أتكلم عن نفسي حسيت بأن الوضع صعر غريب وبعدين دخلنا للغارة ورحنا للغارة الأونيقاشيما وعوال وكانت عنده أردا فوصة في الأونيقاشيما يجب أن تجعل الأحداث خلينا نقوله زي الماينفورد زي الماينفورد سريعة الوتم في الماينفورد كان سريع لكن لا الوتم حتى في أونيقاشيما كان بطيئ عشان نوصل للك القتالات الحاسمة كان بطيئ في أونيقاشيما وبعدين في الأنيمي أو في المانجا توقع نفس الفكرة نفس الفكرة نفس الفكرة فبعدين فجأك سبحان الله إجا في نهاية أونيقاشيما بدأي имо بدأي ثم بدأي سرع خلص بدأي سرع يا رجل بدأي سرع بسرع بصرحة خيالية بصرحة خيالية بدأي سرع طو هو الصراح طول في وانه كتير الصراح اقول لك في وانه وانه ما اقول لكش المهم اشوفها ايك انا اشوف طول كتير 4 سنين في ارك كتير اوفر والله كتير دريس روزا توقع بانه اخذ سنتين ونص لكن كان معقول فهم نعي دريس روزا دريس روزا 100 فاصل دريس روزا 100 فاصل من 700 الى 800 اتوقع انا مشكلة دريس روزا تابعته انيمي وعلى انه كان طويل يعني بس ما استشعرت صراحة تمتل هو الارك اللي تعبني فعلا في متابعته ارك البيج موم كان متعب 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 افضل ارك وضع فيه كل شي تحس بانه ارده فهمت لانه كان اول ارك جدي داخل القصة بعد فضحة السنتين دريس روزا لا ارك ارك لا لا لانه كمان كان فيه تقديم لقوة الشخصيات بعد ما رجعت بعد ما رجعت وكان اول تحدي وكده فاليوجين انا الصراح ما اعترفش بيه اليوجين اذا كان اليوجين لا بعياله انا اعجبني في اليوجين الاسرار بس اللي انكشفت يا بس ارد كان عادي البانك هزارد حتى هم كان ارد فهمت ممتع ممتع لا والله بانك هزارد ممتع كده انه فيه فيه كده فل يب 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 لكن مش لك الارد اوكي لكن دريس روزا دريس روزا عظيم قراسنا السبس راو ادمولات سفينة البيغمام وصلت دريس روزا سابت فاكهة ايه لا قصدي اول يتحست عنده كثير افكار حطهم خلط واحد فلكت دريس روزا دريس روزا الصراحة اه صراحة كان اه اه اذا كنت وحقان دريس روزا وحقانو بي وحقانو طبعا شوف ماي فورت حطه اذك الوحده فمطبعين ماي تتكلمش عن ماي فورت خلينا نتكلم بعد السنتين لا لا الماينفورد بسفة عامة بعد سنتين قبل سنتين هلقوا حطوا فوق خارج التصنيفة لك خلي فوقه لك إذا كترحقان في النصف الأول إنسلوبي إنسلوبي كان قوي إنسلوبي يعتبتاني أقوى أرك بعد الماينفورد بالنسبة النصف الأول ما ينقص هشوفوا أنا تاني أقوى أرك بعد الماينفورد قوي 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 قوى جديدة هتأوى الشخصيات استخدمت قوى جديدة كدا حتى لوفي يعني استخدم وكان طويل كان طويل لأنه إنسلوبي على رغم أنه تتشوفوا أرك لوحده ولكنه محسوب مع الووتر سيفن الله يا أخي لما جبت اسماء لأركاتي شعيب ذكرتني بأيام حلوة يا أخي الأيام الإنسلوبي والووتر سيفن كانت مميزة بالنسبة لي مدري ليش فهمت معي لذلك كأكل كاملة أقول لكم أنه صعب أنك تبلعوا لا أتوقع كمان في الأنيمي كان ثقيل أنا ما عرف صراحة إيش وضعكم في المانقا بس اللي يفتكروا أن المتابعين قالوا لي حتى في المانقا كان ثقيل دم ياب ياب كان في بطء كان في بطء في كان في بطء وما كانش فيها ما كانش فيها ذاك أتوقع أفضل شي حدث كان كله كان كله بلا بلا أغنبيته كان فهمت معي أفضل شي كان بالنسبة لي أتحلق لما وصلنا لحفلة الشي هناك بدأ يصير فيه بس برضو في عندك الفلاشباك تبع سانجي يعني كان كان كويس الفلاشباك تبع سانجي هذا أفضل حاجة تقريبا في أفضل حاجة مش كان هو أفضل حاجة في أرك البيجمون جميل أنا والله ما نعرف إش كان السؤال يا يا شعيب وكيف وصلنا إلى وانو بعدين دريس روزا بس أنا متأكد كنا نسولف عن كوما بس كنا نسولف عن قدي إيش أودا يعني عنده قدرها إلى في السيطرة على كل أطراف قصته وهذا شي صراحة أنا ما أدري إلى حد ما تابعت تابعت أفلام تابعت مسلسلات تابعت أنميات عدد الأنيميات اللي تابعتها الآن ممكن عشرين أنمي ما أتوقع أني ممكن ألاقي أحد عنده القدرة على السيطرة على كامل أطراف قصته بالشكل هذا شخصيات مسيطرة عليها أسرار قاعد يعطيك إياها يعني ما أقول هو بخيل شوية بس بوزنية جيدة تشبعك وتخليك تبدأ تحلل عندك فضول يب يب تحافظ على فضولك فجميل نجي في الجزئية اللي راح تخليك تضارب شوية ولكن بعيدا عن المضاربة هي آخر نقطة ترى وبنقفل بعدها موقف دراغون موقف دراغون وهل تشوف أنه تحرك دراغون فعلا راح يلجم الجمهور أو هل تحرك دراغون لازم يلجم الجمهور والله شوف قصة دراغون زي ما قلت لك قبل تشوفها بالعاطفة تشوفها بالعاطفة تشوفها بالعاطفة تجلده تشوفها بالعقل تقول بأنه كده لكن حتى بالعقل انت بتتفهمه بس برضو زعلان عليه ياب بالعقل راح تتفهمه أنا عاهف أنا عاهف أنا يوم أجل الدراغون عاهف والله عاهف أنه بالعقل وكقائد لجيش ولماذلك ما تكدرش ولكن راح نعيد نفس النقطة ولكن راح نعيد نفس النقطة لكلنا في البدس مع الجماعة يا رجل سوي ولا شيء سوي حركة واحدة يا رجل ملامح ملامح ردت فعل بس نبغى ردت فعل بس والله انا لما الناس واخدين عندي واخدين نظرة بانه انا لما اجل الدراجون وقول لا شوف هذا كده شوف الجورد شو سوى شوف هذا تطط صامت متخادل كده اقصد باني ابغى ردت فعل بس نفس كلامي والله ما ابغى روح يهجب عن مريجوة ولا يروح يضم مع اساطين وكده هيك اشارب انه اشارب انه اضلاق غاضب انه انا سويت كده فهمت معي مفيش اطلاق اطلاقا بعدين تحس اودا تحس اودا قاعد يعاندنا ما ادري كده تحس تعناد يعني حتى الفصل الف ومية ما خلاه يتكلم كده اجيب لك اه ما خلاش يتكلم ما خلاش يتكلم ما عافش ما عافش ما عافش اذا كان اودا محطر لش هي كودة فعل دراجون وح تشوفها في لما ناشع من بعد الفلاش باك امم ما عافش في شي هيك يعني فمثل م извذاك الشخص اللي عنده عندو رغبة فى الانتقام ولكن كابت اليها الرغبة لين يجي الوقت المناسب فهمت معي ويفشرها فهمت معي اوك انا اعافك شو قاعد تعاني ايقومى واوما ذلك وقاعد يجمع في قلبه يجمع في قلبه يجماع في قلب يجمع يجمع وصابة اصابه لين تجي اللحة المناسبة ممكن ممكن فهمت معي ممكن وننتظر نحن ننتظر وقت الحاطة بس شوف شوف انا احيت انا اقصد انه يعني معليش اودا يعني تقريبا في شخصيات كثيرة اودا ما زال يعني حاط عليه علامات استفام كثيرة زي تيتش زي تشانكس زي 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 بس دراغون مر عليه علامات استفام كثيرة يعني على القل تيتش نعرف قوته نعرف فاكهته شوف ناله قتال دراغون ما شوف ناله شيء الى الان بس كلام يعني الى الان نجه القوة التفصيلية اوكي شوف ناله في لوقتاون ظهور زي كده بس طالما انك يا اودا جالس من خبيم 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 ويا عالم كم تعتبر سنة بالنسبة للمانغا 20 سنة اتوقع ابرا شانكس قللي 20 سنة من اول ظهور لدراغون الى الان مرت 20 سنة ظهر هو في الفصل المائة ظهر في الفصل المائة ظهر في الفصل المائة لو تجي تحسبها 28 فصل لا لا اقول 22 23 فقال ما انك يا اودا مخبي الفترة ذي كلها انت جالس تعطي الجمهور هايب ابن كلب جالس تعطيني هايب كبير على دراغون فاذا بفعلا بدأ يتحرك دراغون لازم تسكتني لازم تعطي كل الجمهور كف باليسار كمان مش باليمين شوف حاليا هذا هو الفرق ما بين اودا مطبق نفس الاسلوب مع شانكس لكن هذا هو الفرق الشاسع لي ما بين شانكس ودراغون شانكس اودا حتى هو كان مخبيه ومخبيه لحد الان اوكي ولكن المشكلة ولكن شانكس عنده ردات فعل يضهر في اماكن حساسة راح عند اللحيه ابراك توقف تيتش كده ايش الماينفورد ووقف ايش راح لوانه راح عند جمعه قاعد يتحرك فلمتي حسسك الكاتب اوكي انا مخبيه ولكن عنده تأتيه اشوف منوح اشياء كده تدراغون اوين ما اشوفو القرصي او ما وعند القرصي او ما وعند اللحيه او ما وعند في الماينفورد او ما وعند في الماينفورد او ما وقف هيدا يتحوك الواجه وقاعد يتحوك فلمت معي يتحوك الواجه ويخطط ويشوف وكده اضراغون جالس لك فاديك البالتايكو اللي جالس عند جماعة ايفانكوف ماي اخر اخباه اطوني اه تلقاه كل ماه يضهره تلقاه ماسك وقتين طيب يا ولد اخبار لوفي تبغاها لا لا ما يحتاج هاتولي اخبار العالم بس اوه واده قصدي مشكلة لوفي ولدك تبتسؤلها لا لا ما يحتاج خليه معني ما 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 يمكنش يا واجه ما يمكنش يا قصدي اتوقع بانه اتوقع بانه ظهور صابو هو لي اعطى سبب لظهور دراقه لا ظهور صابو هو لي شوية خلى الجيش التوعي في الصورة في القصة اوكي اوكي ولا كان يمدينة ما شفنا شيء يا ما ما شفنا شيء ما شفنا شيء من الشيش التوعي صابو هو لي اوذا حطو في الواجهة حطو في الواجهة وخلى دراقون في خلى في الخلفية اه عجيب بعدين يا اخي غير كذا عبارة مستفزة دي ما ادري اذا هي تكررت ولا مخي قاعد يكررها متى سنتحرك يا دراقون متى متى سوف نتحرك يا دراقون العبارة دي ماذا يظن قالها ايفانكوف اه لا اه تقصد في الفصل المئة هاد هي الجملة اللي الناس قالت تقطق عليها ايش؟ لما قال العالم ينتظروا اجابتنا ايخذلك متى اجابتكم العالم ينتظروا اجابتنا لكن متى الاجابة هادية؟ انا اعرفش قالها في الفصل المئة في الفصل المئة قالها نحنا شوف الفصل المئة نحنا في الالف ومئة ولا خذنا منه للصمت الصمت شوف وبعد مهو الفصل كانت الاجابة الصمت الصمت حرفيا الصمت ولا شيء وحتى ما في ملامح ما في اي ردة لكن شوف 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 خلينا اكون انا قلتها في الانطباع وخلينا نكون واقعي لكن على الرغم انه ممكن شوف الصمت هادا تخادل لمدانك لكن اضرار قل فاهم شو قاعد يصيح ما فيها كلام ما فيها فاهم فاهم اصلا احس الصح الصح كذا فاهم هو ديريكت بانه خلاص بانه كله من اجل في شي في ملعوب مسكوه على خطر بوني فاهم السيناريو فبتناعي مستحيل بانه مفهمش فاهم قائد الجيش الثوري مستحيل حاجة تعدي من راسه كذا يب هو فاهم فاهم موضوع ولكن وغم ذلك فاهم اسديخ سوي شي يا مجل ما زال طبيعي احس انه طبيعي انه العالم تغضب من دراغون والله طبيعي يا لا لا طبيعي والله لا طبيعي 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 لا توقع حتى او داي باك تغضب منه لانه هو هي كذا الحدث هو مبني الحدث على انك تغضب من دراغون طيب خلينا نقفل الفيديو باخر سالفة اللي هو يعني ايش ايش السناريات اللي بنيتها خصوص وجود كوما في جزيرة لوفي اا اوكي سؤال كويس هو اشوف هو كان موجود جنب الجزيرة وكان انه ضم بالاسا في نити يا هالي نقطة ممكن هو عاهف بكتلا اكيد بان دراغون من من ذي الجزيد شر فممكن ب Coffee غليني اعمل جولة شوف ممكن ما هيكتشف اووووووووو حضرة جاءة بالي فقو بقي شعاء شعير صوتك قطع قوتلك تخي tochين معي بأنه لوفي قابل كومه وهو ما يتذكرش. توقع معي بس قابل. شافوا كذا و.. شافوا ولكن ما يتذكرش. ممكن. لكن لكن صعبة صعبة. هل في تطبيق لذاكرة لوفي انها؟ لا تعف ليش تعف ليش تعف ليش. لا لا انا قصد. هل سبق لوفي نسي شخصية شو ذاكية. يعني هل لمح لنا قود انه لوفي ذاكرته سيئة شوي. لا لا لكن ما توقع. تعف ليش لا لا اتوقع بانها صعبة. لانه اصلا في الفترة لوفي كوما موجود فيها حاليا. لوفي راو اقترب انه يطلع من الجزيرة في الرحلة. لانه اس اصلا موجود حاليا في طاقم اللحية. يب يب ورد مرة سنة تقريبا. ففي هذا السن صعب لوفي ما يتذكرهوش. صعب. صعب لوفي ما يتذكرهوش. لا لا صعب صعب. ممكن يكون قابل كوما وطلع الذكريات هذه منه. لغرض الماء. شوف 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 شوف. اههههههههههههههههههههههههههههه ممكن ممكن يب هذا هذا لكنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نطمع علي لوفي نيكا نيكا قاسدي قاسدي لكن هي لكن قصة بأن كوما جنب قرية فوشا في هدف هو يجب كي يحتفظ ويجب أن يتم ربط هذا في لوفي بطريقة أو بأخرى أحس كذا يعني إش اللي بيخلي كوما يتواجد في الأزرق الشرقي ويكلموا القيروسي ويطلبون منه طلب معين لأنه موجود في الأزرق الشرقي وفي القرية هذي إلا لازم يربطوها بأبلوف هم أصلا قالولو نحن عندنا شي لازم تنفده فأنت وين حاليا؟ فقال أنا في الأزباق الشرقي يعني هما ما يعافوش وين؟ مش العكس مش العكس لا هم قالولو عندنا نبغاك في مهمة معينة انت وين؟ أوكي أنا في الأزرق الشرقي يعني أنا كنت فاهمة العكسة لا لا قلت فاهم أنه قال أنا في الأزرق الشرقي وكأنهم قالوا أوكي منازب هل عندنا شغلة لك؟ أنا أتوقع بالنهايك أنه سأشوف الفصل يتأكد منه قال له نحن لدينا أوامه من الحكومة بارتولوميو انت وين؟ فقال أنا في الأزرق الشرقي أوكي أنا كنت فاهم الحوار غلط نسيت لياب لياب أوكي يعني لا يعني ممكن يقولوا أوكي كويس إنك هناك كويس إنك الأزرق الشرقي ممكن ممكن جايز جايز توقع خلاص الفصل 1101 بيكون إغلاق لكل شيء ممكن بعدها نرجع لل أنا أتوقع وأشوف ممكن الفصل القادم أودي يختم ممكن يختم أنا خلاص ما عاد بقي شيء توقع إلا لو يغوص أكثر ممكن إلا لو في سالفة رح يفتحها هنا أو لا هنا ما عرفش في شيء نحن ما نعرفوش حاليا نحن صرنا نعرف كل شيء إلا لو حيضيف شيء نحن ما نعرفوش في كل شيء صرنا نعرفوش ليش هربهم ليش 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 مش إيمانا منه لا هذيك خصة تانية عن عش ذاكرتي هات هذيك خصة تانية هذيك لأنه لأنه لوفي ابن دراجون فقط؟ هذا السبب؟ هذا السبب لا أنا 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 أشوف أنه بأنه كوما ما يعرفش بأنه لو في هو نيكا ما فيش شيء يقول بأنه لو في هو نيكا ما فيش؟ فتنبوه شيء كذا له علاقة ما توقعش إطلاقا 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 ما توقعش لأنه هو حتى يوم قبل ما ي قبل ما ي ي مهم ي يوزعهم أو كده إيجا قبل إيجا عند ويلي قال له أنا من الجيش الثوري قال له أنا من الجيش الثوري فأنتمعين هو تحس كأنه بارتولوميو أخذ إد من ويلي لا ويلي يجلد بسلاش لا يجلد هو وياه يسرد عليه فقال له أنا من الجيش الثوري قال له تبغى تصدقني صدقني ترجى تصدقني يطحا قلت معي فليسواه وسواه بل أنه لوفي 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 ابن دراجون فساعدهم قلت معي حتى كيزار وساعدوا قال له أنا ما فهمتش أنت شو قاعد تسوي فقال له أنا مش ملزم أني أقول لك أفسر لك أفسر لك شو قاعد شو قاعد يسوي هلا فوزعهم على شوف لأنه مفيش شي ما فيه مفيش شي يقول بأنه لوفي هو نيكا مفيش يا وجيه مفيش لكن حاليا فين هو اللي قاعدين نفهمه من البداية القصة أنه فيه نبوه النبوه دي ممكن عدد قليل من الأشخاص يعرفها إيش اللي يخلي كوما أنه يسوي ذا كله يعني حتى توجيه كوما للطاقم مش مجرد أنه بيخليهم يهربوا لا يبغاهم يصيروا أقوى شوف أنا ممكن أتفق معك بأن كوما كان يعف بني لوفي هو نيكا في حالة واحدة صاش هاي في الفلاشباك أما في الوقت الحاضر يعني لو وجعنا القصة في الوقت الحاضر مفيش شي يخليك تعم بأن لوفي هو نيكا مفيش 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 إيوه بس خلينا خلينا يرجع أربط لك الفكرة اللي في بالي لو تلاحظ أو دا دايما يخلي لوفي يقابل أشخاص يساعدوه فقط كذا لأجل إنهم يبغوا يساعدوه يعني حتى روجر موزع طاقمه أو جزء من طاقمه في مراحل كذا في الجراند لاين ويقابلهم لوفي ابتداء من الدكتور ذاك اللي عند الجبل المتقاطع أو الجبل المعكوس ومنها إلى ريلي ويعالم ممكن قابل مستقبلا سكوبرقابان الله أعلم أحس لأنه سكوبرقابان أحس من الشخصيات اللي ضروري نشوفها أحس كذا أنه ضروري نشوف سكوبرقابان مستقبل فليش أصلا ذولي قاعدين يساعدوا لوفي بالتحديد إلا لأنهم يعرفوا شي عن النبوة وتفاصيل معينة عن طفل معين قد يكون هو فتى النبوة قاعدين يدعموه مهمت الفكرة؟ فممكن يكون كوما عارف شي معين برضو زي ما هم معارفين في النهاية كوما يعني برضو مش شوية في البلد ممكن توقع لكن أنا أشوف إلا ده كان في شي في تلس بك أما كحار مش بضرورة يكون يعرف أنه نيكا بس ممكن يكون يعرف انه في هذا الطفل بيكون سبب في ظهور نيكا ممكن ممكن أمتع لأنه عندك ذبابة وأنا عندي ذبابة ترى ما شاء الله اه..... سواليف لن ..ploys ..اللون ابيض ..َّ and appear ..the rain ..the rain جميل عموما ..فамиشو اقول لك ان Pretty sure أنت و لا توقع ...والله كله جايز كله جايز ...لكن بالنسبة لك ..لكن break minute انكس تكون مفاجأة معك ..يect ماذا؟ في الأيك هيد لما يجي كوما وشوف نيكا شوف لوفي هذيك هذيك رح تكون لحظة فمتماعي تكون رح تكون أفضل بكتير يكتشف لأول ماه بأنه هذا كلوفي ولي أنقضه هو نيكا هو نيكا نفسه يا إلهي هذيك أفضل لما أعدت صياغتها بالطريقة صارت بيرفكت بالنسبة لي يب 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 الله يعطيك العافية والله يشعيب واستانسنا وانبسطنا وإن شاء الله ما تكون آخر مرة بإن الله نكذرها مرة أخرى إن شاء الله وكالعادة يعني سبحان الله يا أخي الكلام في ونبيس ما يخلص يعني لو أنت يعني لو أن الواحد ما عنده قدرة أنه يدير الحوار ممكن نجلس أنه أنت للفجر ياب ياب هذا غير نحن أتنين لو زدنا كان معنا شخص تار في الأوابع صدقني الساعة 12 نقفل عاد مدني الله أعطيك العافية والله باشا نورتني وانستني الله أعطيكم العافية يا أعزان المشاهدين قناة وحسابات شعيب راح تلاقوها في صندوق الوصف ولكل شخص أنا متأكد أنه المعروف لا يعرف ولكن لا سمح الله ما أعطيك شعيب صدقني قاصدي معقول المتعب شعيب قاصدي إذا أنت تحب وانبيس لازم تعرف شعيب كده شعيب وانبيس اثنين يطلعون مع بعض لا سمح الله بح تلاقي عنده نظريات وتحليلات والله عجيبة والله عجيبة واشكرك عليها وفخور فيك فيها والله منها ما منها ما ما قل ودل ومنها ما طالة وما مل ومنها ما يكتنفه الهبد هنا وهنا هو صراحة ترى حلاوة النظريات في الهبد حلاوة النظريات في الهبد افتكر قبل فترة كنت أسولف أنا واحد عن زوجة اودين إش كان اسمها؟ توكي كنت أسولف 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 جلست أهبد هبدات كثيرة أنه راح يضر راح تظهر وراح يكون لها دور مهم جدا في المستقبل وربما ما ماتت هربت إلى لافتيل وهي الآن منتظرتهم يوصلوا في لافتيل يا رجل كان هبدات كثيرة تطلع توكي عادي توكي توكي كانت من نظريات نفس القصة كنت معامل بأنها مازالة حية وتوكي راح ترجعوا وتوكي راح وقصتها قصة أوه دا ما فسرش قصة توكي كيف انتي جيت من قبل كدر 800 سنة وظهرت هنا لكن دقيقة انتي جيت من قبل 800 سنة وانتي تقولي بأنك من وانو وتبقى تروح الوانو ايش فيه؟ يعني وانو كانت في مكان وصارت في مكان أشياء كثيرة جالسة تصير توكي قصة توكي أوه دا ما مفصلش فيها ليش مفصلش فيها؟ لأنه أي شي ليه علاقة بـ 800 سنة أوه يسحب عليه فماش معي؟ أي شي ليه علاقة بـ 800 من 800 إلى 900 محاومة عند أودا متحاولش عندك هذه ما تعرفها إلا عند لفتين لا متحاولش فأيا كان الهبد في وانبيس وفي النظريات حاجة ممتعة والله أنا استمتع فيها صدقني لا الهبد أحب أشوف نظريات هبدية لأني أبو أشوف قدي إيش أودا قادر على إنه يخليك تبدع حتى لو إنه غلط يخليك تبدع لأصبعا خشمك سواء النظريات منطقية وغير منطقية وتفكّى في أشياء مستحق والله يا أودا ما فكّى فيها أنا نفسه ما فكّىش فيها أودا ما فكّىش فيها أو في ناس يبعثوا أسئلة ونظريات مصغّة ولي أودا يقول أودا إيش هذا؟ من أين لكم هذا؟ لا 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 هم هم يسألون يقولولو أنت يا أودا لما سويت كده كنت تقصد كده وكده 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 فأودا يقول مين قال كده؟ يب 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 أنا ذكي فحيح صحيقا مصدي مصري لأن القصة واسعة يا وجد القصة واهو القصة باحة قصة جميلة قصة جميلة قصة باحة قصة باحة حرفياً تبحر فيها تبحر فيها حرفياً يب الله عطيك العافية والله يا شعيب نورتنا وانستنا يا باشا لا الله يا تقصح عزيزي وجيه مشكوعة لدي الاستفافة تتكومب ان شاء الله تتكومب شوف نبغاها نبغاها مع عدو اللذود اي واحد بالضبط اعداء كثير ماجد العالمة ما فيش عندي عدو شوف انا عندي عدو عندي عدو ازلي واحد لا غير زي قصة زي قصة تيتش وشانكس تيتش وشانكس الى نهاية وانبيس باذن الله باذن الله ويسعدني والله ان نجمع الجمعة الحلو هذه مرة ثانية باذن الله اعطيكم العافية يا جماعة عبولنا لايك واشتركوا في القناة وما كنتم مشتركين حساباتي وحسابات وقنواتنا جميعا راح تلوقها في صندوق الاصف كان معكم الوجيه واشو عيب من قناة اوداتشي شوفكم في فيديوهات قادمة سلام عليكم سلام عليكم قط سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم